أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بعض القادة في الدول النامية يطلقون الوعود للشعوب أثناء إجراء العملية الانتخابية في ظل التحديات العالمية الراهنة وأكد كذلك على ضرورة العمل والصبر لإنجاز كافة تطلعات الشعوب في الدول النامية من بينها مصر موضحا أنه لم يطلق أبدا مشروعا في مصر إلا عند افتتاحه أنا أقول لكم على تجربتي في مصر وباختصار شديد كان دايما في دولنا اللي هي دول النامية يعني يبقى فيه وعود كثيرة جدا من جانب القادة للشعوب يقولوا في الانتخابات أنا هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك وهعمل لك وهعمل لك ويعملوا كل حاجة حيوة أنا لما جيت في الحملة ما قلتش كده خالص قلتنا ما عنديش حاجة أقدر هويتك بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر ولم أطلق أبدا مشروع إلا عند افتتاحه إذن مش عايزين نقول وعود ونتحرك يتبقى أو ينفذ من هذا الوعد نسبة بسيطة جدا جدا قياسا بحجم الوعد آخر كلمة هقولها فخامة الرئيس الريادة مسئولية الريادة مسئولية لما تكون دول متقدمة وغنية وعندها التكنولوجيا وعندها المعرفة بيبقى عليها مسئولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكوا ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر